بغصة وعلم هكذا استقبل أهالي مدينة الفلوج عيدهم الخامس بعد التحرير فمنذ خمس سنوات وما تزال ملفات المغيبين والمتضررين عالقة فهذه المنازل تبحث عن من يعيد بناء جدرانها وهذا كما ترون هذه أجواء الفلوج مغيب عنها ملامح الأعياد وعندنا خامس سنة أو خامس عام والناس تنتظر الأطفال تنتظرون أين آباهم والنساء أين رجالهم المغيب وكذا وإحنا مقبلين على انتخابات مدينة الفلوجة تناشد وأحد أبناها نناشد الحكومة أن ينظرون نظرة أبوية لهذه المدينة أما الحدائق فغد غابت عنها فرحة الأطفال وضحكاتهم وخلت الأسواق من المتبضعين فلا ملامح للعيد هنا الوليد تشتري ملابس وتلبس والوليد تطلع الزين وهم جوايد الظلام الله أكبر أكثر من ثلاثين ألف منزل متضرر وأكثر من ألفين مغيب لم يعرف مصيرهم حتى الآن بيوت مهجرة بيوت مفلشة تعويضات ماكو تطلع لك على أحد قاعدك بخيمة التعويضات هذا تأتي تدفع لك طبعا هاي بس للأغنيات تأتي التعويضات للفقير ماكو صفر أنا واحد من الناس مقدم على تعويض ما لبيوتنا لحدنا نقول شي ماكو بعد أن كان أهالي الأنبار يستقبلون عيادهم بالفرح والبهجة أصبحت هذه الأيام ثقيلة بعد أن صم المسؤولون عنهم الآذان لتزداد معاناة المتضررين وذو المغيبين وأنين النازحين لقناة الفلوج الفضائية أحمد ناجي